اه مصطفى زيكو دارت الاهل عادت على كولر مصطفى زيكو بصة جماعة بصراحة مع احترامي كل اللعيبة وكل الاسماء والنادي الاهلي محتاج لعيبة تقيلة بالامان اقامك يكون لعيب كويس بس انت مش محتاج لعيب تستنى عليه تكلمكم بصراحة لان الجمهور مش هيستنى تكلمكم بصراحة الجمهور مش هيستنى النادي الاهلي محتاج لعيبة جهزة محتاج لعيبة خبرات انت داخل على مرحلة اللي جاية صعبة عشان بس برضو يا جماعة السلنادي الاهلي ما بيبنيش فريق يعني النادي الاهلي ما بيبنيش يعني اه محمد بالرمضان عنده الخبرة يحيى عطي الله عنده الخبرة المدافع اسمه يا جماعة معلش اناسف اشف داري عنده الخبرات وسامة ابو عالي عنده الخبرات فيه لعيبة عندها الخبرات جاهزة في الملعب موجودة اما هتجيب مع احترام لعيب لسه هيبتدي يعيش مع الابواء ومعندوش الخبرات انا ضد دي بصراحة لان الفترة اللي جاية النادي الاهلي محتاج لعيبة خبرات لعيبة تقيلة انت رايح كاس عالم الاندية لأ هتلاعب فرق بقى محترمة فرق تقيلة انت رايح هل النادي الاهلي رايح عشان مجرد ان هو بيبقى موجود في كاس العالم الاندية بس صعب جدا اكيد النادي الاهلي عنده الطموح جمهور النادي الاهلي عندها طموحي الكبير ان هم يحققوا نتائج جيدة والقاب وخليدي الاهلي من بعد الموسم ما انتهى ده حتى اللاعبة ما خدتش اجازة اللاعبة بتفكر في البطولات في الدوري وفي السوبر الافريكي وفي كاس العام للاندية ودوري الابطال لا موضوع كبير موضوع صعب فعشان كده ما احترامي ايا كان بقى زي عمر الساعي ما احترام انا اتكلمت من وجهة نظري قبل كده وارد انه ممكن يتقلق بس على المستوى اللي انا شفته ممكن يكون الاجواء ما كانتش مساعدة في الاخر الموضوع اللي انت تلعب في الاهلي مختلف يا جماعة وفي امثلة كتير جدا امثلة كتير جدا من ناحية ضغوطات من ناحية امكانيات من ناحية سرعات من ناحية المستوى اللي انت بتلعب عليه مختلف ما احترامي ما فيش لعيف في الدور المصر يا جماعة بكلمكم بالامانة ولا يارف يلعب في الاهلي ولا يلعب في زمالك مع احترامي ما فيش لعيف بالمستوى اللي يليه يلعب في الاهلي او في الزمالك اي ان كان بقى النادي الاهلي جايب مثلا مصطفى زيكو او بيتكلم على مصطفى زيكو او على عمر الساعي اه ممكن شايفين اللي قدام بس الوقت ده انت مش محتاج لقدام لانه هياخد فترة شوية وارد عفك يا تقلق وارد انه ممكن يتأقلم بسرعة ويشتغل على نفسه دي على حسب بقى امكانياته وعلى حسب الشخصية بتاعته في الاول اخر اه اه فيه جمهور بيحاسب سواء يحاسب مستر كولر هيحاسب هيحاسب اللعيبة هيحاسب المجلس الادارة برضو كان فيه يعني برضو من ضمن اللعيبة المهمين جدا كنت بتمنى انه يبقى موجود مهاجم كنت بتمنى انه نشوف مهاجم بصراحة يعني مهاجم تقيل ما هو بص يا جماعة اه 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 اقول لكم بصراحة يعني عمر اه وسام ابو عالي مش هيقدر يكمل موسم لوحده يعني لا اكيد بعد الشر هيجهد اجيد هيبقى عنده انذار اكيد هيبقى عنده ايا كان بقى ايا كان ظروف مفيش لعيب هيفضل لان خصوص المهاجم ده يعني ما شاء الله ما بيهماتش رايح جاي وهدافه وينزل ويكسر وبيخبط وقصة كبيرة جدا فكان لازم على الاقل مهاجم انا بالنسبة لي كان فيه عنصرين مهمين جدا عنصر المدافع بعد رحيل محمد عبد المنعم والعنصر التاني المهاجم اللي يبقى مع وسامة ابو علي ده كان عندك بقى في نصف الملعب ما شاء الله لعب اكتر من كذا لعب سواء لعب خبرات عندك الاطراف عندك لعبة كويسة جدا بس ان انت هتبدأ بوسامة ابو علي وقهربة بس اعتقد الامور صعبة بكلمكم بالامانة كنت بتمنى ان يبقى فيه مهاجم اتمنى الاولوية كنت يبقى فيه مهاجم لان نادي الاهلي يبقى مع وسامة ابو علي لان كهربة بكلمكم بصراحة يعني كهربة يعني وسامة ابو علي خلاص هو الاساسي وارد ان ممكن كهربة يقعد فترة كبيرة جدا ما يلعبش صعب وارد وانا بكلمكم بصراحة وارد ان ما يلعب وارد ان ممكن حتى يشارك ما تبقاش الامور ماشية معاه زى ما شوفنا في نهاية الموسم من نتيجة الضغوط نتيجة ان هو عايز يزبط وجوده وخصوصا كمان كهربة مش مهاجم كهربة انت بتحتاجه في وقت لما تبقى الدنيا يعني زى ما بتكده ما بتقاني بتقفلها معاك اقول من وجهة نظري كنت اتمنى ان الاولوية تبقى في الفترة اللي جاية لمهاجم يليق باسم النادي الايل ان انت المرحلة اللي جاية مش هتقدر تشيل وسامة ابو علي بس ولا هتقدر تشيل القهربة بس بكلمكم بصراحة ايا كان بقى تفكير ميستر كولر تفكير الجهاز الفني امكانيات اللعيبة لان كل موسم مختلف عن الابلي الموسم ده موسم صعب على النادي الايل